موسيقى أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن تصريحات لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي فتحدثنا عن تصريحه في أنه محايد وأنه يحافظ على حيادته وتحدثنا عن هذا الموضوع سنستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بعض النقاط التي أثارها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قال ربما يعني النقطة التالية قال إن مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل نجحت في هذا المشروع؟ يعني هل فعلاً هذا المشروع الذي تتحدث عنه قد نجحت فيه؟ هل النجاح في أن تعلن أن نموعد الانتخابات في الشهر الفلاني في السنة الفلانية وهكذا وانتهى الموضوع؟ أم النجاح هو أن تهيئ الأجواء المناخ والأرضية لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة؟ كيف يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وعادلة؟ وأنت لم تقدم الفاسدين إلى القضاء تحدثون عن بعض الفاسدين واحد منا وواحد منا وكأنهم أكباش فداء ليس أكثر لكن رؤوس الفساد الكبيرة يعني مؤسسات الفساد الكبيرة وأولها الأحزاب الحاكم العراق هذه محمية ولا أحد يمسها ولا تستطيع لا أنت ولا غيرك يمسها هل أعدت استقلال العراق؟ هل أعدت سيادة العراق؟ هل السلاح المنفذة الذي تحدث عنه ضبطه؟ العصابات في الشوارع الميليشيات تستعرض يوم ليلة نهار ولا تستطيع أن تفعل لهم شيئا؟ يدسون حتى على صورك بأحذيتهم؟ ألم يحدث هذا في بغتاك؟ يهتفون ضدك في كل مكان وعندما تعتقل أحدهم يحاصرون المكان الذي اتقلت فيه أحد أحدهم ويخرجونه ويجتمونك على ليلة نهار ويتحدونك ببيانات وبتصريعات مباشرة إذن والسلاح في كل مكان والسلاح لدى العشائر ولدى العصابات ولدى الميليشيات حدث ولا حرج والاختيالات والقتل والذبح والتنكيل والخطف مستمر والفساد مستمر والتدخلات الخارجية مستمر وآخرهم جاء وزير خارجية إيران ضريف واجتمع بكل قادة العملية السياسية البيت الشيعي ومن يمثلون السنة في العملية السياسية وتحدثوا عن الانتخابات وذهبين للأكرام هكذا هو الوضع إذن أنت لم تهيئ الأجواء والمناخ والبيئة المناسبة لإنتاج أو لصناعة انتخابات نزيهة وعادلة مثل ما تتحدث إذن المشروع قد فشل إذن ما جئت من أجله فاشل عليك أن تعترف بأنك فشلت والانتخابات القادمة مجرد محاولة لتدوير النفايات مرة أخرى ولا تختلف عن كل انتخابات التي مضت ما الذي يختلف ليقول لنا ما الذي يختلف ما هو شكل الاختلاف يعني دعاية الأمم المتحدة وما أعرف منه ودول العالم ليشرف عليها وماذا في ذلك ما كل سنة تشرف عليها وماذا تفعل لأمم المتحدة وغيرها الشعب أراد طلبات معينة ولم تتحقق فإذن بالتالي لن تتحقق هذه في قضية في قضية الاتهامات للتيار الصدري أنه ما مسيطرة على الحكومة تابع يعني الشعب العراقي يعرف كم عدد يعني التابعين للتيار الصدري كم عددهم في مؤسسات ما يسمونها الدولة والحكومة في كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وكل المؤسسات فلا أحد يتحدث هكذا أعدادهم هائلة جدا جدا ثانيا قلنا ونقولها أن مقتد الصدري يقول لا انتخابات ولا حكومة تشكل إلا والتيار الصدري هو الذي وافق عليها إذن كل هذا الخراب هو جزء من عند التيار الصدري أنت تدافع عن التيار الصدري ما هو جزء من هذه العملية المطلوب أن يفوز التيار الصدري في الانتخابات القادمة مثل ما تحدثت الأيكيونوميست البريطانية وتريد أن تدفع تريد أن تزور بريطانيا تريد أن تزور مرة أخرى وتقول لنا أنه أنه في العراق من يسيطر عليه أمريكا وإيران لكن أمريكا أفضل من إيران والصدر يعني هو أفضل الموجودين وبعيد عن إيران هذه كذبة كبيرة أنتم تريدون أن تقنعوا الشعب العراقي أن مقتد الصدر ليس أجيرا مثل الآخرين عند إيران متاريخها كل عندما يأتي من إيران ويقمع الثورات وقمعها في عام 2011 في 25 شباطة 2011 وقمعها تشرين وقمعها بالناصرية وبالنجف وبكربلاء والشهود مئات الآلاف على هذه الحالة ملايين العراقيين شهود على هذا فماذا تتحدثون وكيف يمكن لمقتد الصدر أن يعملوا إيران غير موافقة وهو لديه ميليشيات وتعمل في الداخل تنزل إلى الشارع وتقطع الطرق وتستعرض هل أوقفتهم واستطعت أن تسألهم لماذا هل أنت سمحت لهم أعطيتهم كتابا تصريحا بالاستعراض ماذا يمثلون هل هم جزء من الجيش جزء من قول أمنية جزء من ماذا كيف يمكن هذا؟ هذا كلام معيب جدا جدا نقول أنه وزير الصحة ليس منهم هل وزير الصحة كان على حق؟ يعني هذه الوزارة الخربة هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الموت الذي يدخل هذه المستشفيات على رجل يطلع محمول على الأكتاف هذه المستشفيات الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود أو محمول هذه هي مستشفيات وهذا الوضع الصحي في العراق أسوأ وضع صحي في العالم وأنت تقول وزير الصحة تريد أن تبرع وزير الصحة وتبرد التيار الصدري نعم مو من التيار الصدري هل قلت لنا وزير الصحة يعني مدالم ومدان يقدم استقالته ويخرج وخلص وانتهت والسلام عليكم القضية أكبر من هذا الحقيقة ويتحدى الآخرين هذه عيب أن يقف رئيس وزراء أعلى منصب في الدولة ويتحدى الآخرين وهناك من خارج له نائب يقول له أنت تحديت وأنا أتحداك وخلنا دخلوا بمناظرة وماذا تسوى هذه القضية دخلك بمناظرة والعالم تسمح هذا الكلام وهذا الكلام وتصدق هذا وتكذب ذاك وبالتالي الناس لديها النجاح يقاس بما تفعله الشرعية بالمنتج بالمنجز وليس بالكلام وبالأحاديث والاستعراضات الظاهرة الصوتية انتهت هذا واقع الحال من يحكم العراق ظاهرة صوتية ومشروع يريد أن يدمر العراق ويخرب العراق الفساد مستمر الانتخابات تشبه تشبه كل الانتخابات التي جرت العراق من سيء إلى أسوأ ما دامت هذه العملية السياسية هي الباقي هذا هو هذه خلاصة الموضوع أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم